القرآن الكريم ربيع النفوس بتلاوته تتفتح زهور الروح لتعطي مسكا معطرا بكلام الله عز وجل بناء على توجيهات المرجعية العليا في النجف الأشرف على ضرورة استثمار العطلة الصيفية وبهدف تجدير القرآن في أرواح شباب المستقبل أقام معهد القرآن التابع للعتبة العباسية المقدسة الدورات القرآنية الصيفية برسختها التاسعة لتعلم مجموعة من البرامج القرآنية والفكرية لأكثر من 22 ألف طالب في أماكن متفرقة على مستواعدة محافظات من البلاد لتوجيهات المرجعية الدينية العليا التي تنادي باستثمار العطلة الصيفية لأبناء الطلاب تقيم العتبة العباسية المقدسة في العطلة الصيفية مجموعة من البرامج القرآنية والفكرية منها مشروع الدورات القرآنية الصيفية الذي ضم أكثر من 22 ألف طالب موزعين على خمس محافظات منها في محافظة كربلاع المقدسة في المساجد وفي الصحن الشريف ومنها في محافظة بغداد وفي محافظة بابل وفي محافظة السماوة وفي محافظة النجف الأشرف وفي قضاء الهندية حلقات إيمانية سميت بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وآل بيته الأطهار عليه السلام في روضة من رياض الجنة في الصحن العباسي الشريف إذ تضمنت هذه الدورات مجموعة من الدروس التثقيفية الإسلامية لتلاوة القرآن وتعلم الفقه والعقائد تلقاها الطلبة من أستذة مختصين لأربعين يوما بواقع ثلاث ساعة يومية حيث أن البرنامج مقسم لدروس لكل مرحلة حسب الفئات العمرية للطلب توسمت بأجواء إيمانية عطرة بكلام الله وسيرة نبيه الأكرم وآل بيته الأطهار عليه مسلم تحتوي على خمسة من الدروس القرآن الكريم تعليمه، تلاوته، معاني الكلمات، التدبر فيه بعد ذلك يأخذ الطفل درس العقائد الذي يحتوي على الأصول الدين وما يحتويه أصول الدين وتبيين اللكات العقائدية لكل آية من السور القرآنية المصلط عليها في هذا الكتاب وبعد ذلك درس الأخلاق يصلط الأضواء على الأجواء الأخلاقية الأمور الأخلاقية التي ينبغي لكل تلميذ وطالب أن يتحلى بها بعد ذلك عندنا درس الفقه والذي يتعلم فيه التلميذ فروع دينه من قبيل الوضوء، التيمم، الصلاة، شراءة الصلاة، شراءة الوضوء، مبطلات الصلاة، مبطلات الوضوء إلى آخره من الأمور الفقهية والمعاملاتية التي ينبغي لكل مكلف أن يتعلم بها خيركم من تعلم القرآن وعلمه من هذا المنطلق وضمن مساعي العتبة العباسية المقدسة التي لطالما تكرست لخلق أجيال واعية مثقفة بثقافة القرآن وواعية لجميع ما يحتويه هذا الكتاب العظيم من الحكم والمواعظ كذلك تمسكهم بالعطرة الطاهرة وإلمامهم بسير الرسول الأكرم وأهل بيته الأطهار عليه مسلم لكي يكون خير جيل يخدم المجتمع اشتركوا في القناة